خوتي مغربة السلام عليكم هاد نهار الخبيس تعد فبراير الفين وثلاثة وعشرين غنتكلمو على أشنوطرال بارح بمدينة الريباط البرلمانيين والمستشارين المحترمين الماصونيين ممتلي الشعب المغربي نضمو البارح وحد الجلسة في البرلمان هاد الجلسة وللقاء سموه لقاء دراسي وإعلامي بالبرلمان حول الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي في أقل من شهر اجتامعوا المرلولة داروا جلسة وكل شي حضر ليه وجو البرلمانيين كاملين كيبكيو كيشكيو البرلمان الأوروبي دارلينا ودارلينا وإحنا يزوينين وإحنا غير هاوا معه تاني كيجتامعوا قولوا لي اشنا هو الأخطر واش توصية ديال البرلمان الأوروبي اشنا مقال قاعد البرلمان الأوروبي قال بأن المغرب يخرق حق الإنسان ما قالهاش بأن راه كل شي الميادين ولكن أعطى ملفات ديال للرئيسوني ديال بو عشرين ديال للراضي ومن بعد ركين ملفات خورا وكي الناس يممعروفينش تاوما في السجون لأن دار تدوينه مؤخرا شي واحد متو تائر في أسفي كين الناس اللي يزع ما غير داروا تدوينه تلقوا رسم في السجون البرلمان الأوروبي اش نو كيقول يودي احتر محوق الإنسان قولوا لي أنا بغيت نعرف ما هو الأخطر واش توصيات ديال البرلمان الأوروبي دالوا المغرب يخرق حق الإنسان وخصو يحترم حق الإنسان ولا غلاء الأسعار اللي كيدرب جيوب المواطنين ولا غلاء الأسعار اللي كيهدد استقرار هاد البلاد هاد البرلمانيين عش مانادوش تحركو ودالوا بحالة الندوة عمومية والإعلام العمومي كيدوز داك شي مباشرة ويتكلموا على غلاء الأسعار يتكلموا على رئيس الحكومة والجشع ديالو يتكلموا على بزاف ديال الحويج اللي كيهدد اللي كتهدد أمن واستقرار المغرب هاد البرلمانيين اليوم كيجتمعوا ولا البرح اجتمعوا كيتجاروا وداروا داك الاجتماع هانتوما كاتشوفوه لقاء والتواصول وعيطوا على الصحافة الوطنية عيطوا على بعض الوكالات الأنباء الدولية باش يحضروا باش يوصلوا واحد الرسالة عرفتوا قلاش نادو كيجريوا البارح لأن اليوم أمناتو حيضر الانفصالية المواطنة المغربية التي تدعم جبهة البوليساريو من أراضينا رغم أنفنا هاد السيدة هادي غادي في البرلماني الأوروبي كيستقبلوها باش غادي تشرح لهم العلاء قادية ديال بيغاسوس هادك اللوجيسيال لبلادنا وعدد من البلدان متهمين أتكلم عن متهمين يعني ما زال ما التعجمها متبوتا متهمين بالتجسس على عدد من النشاطاء وصحفيين سياسيين وغيرهم هاد شعلاش هاد بيغاسوس واتساب شركة واتساب الأمريكية الخاصة هي لصفتة العدد من الناس وكاد تقول لهم راكين واحد اللوجيسيال كي تجسس عليكم ومن بعد كانوا صحفيين واحد الاتلاف دي الصحفيين دوليين اللي كاتسفت لهم النمراء وهم كيضقوا وكيقول لك واش بالصح كي تسنتو لك ولا لا طلعت أمينة تحيضر هذا هو المشكل أنا بغيت نعرف هاد سادة البرلمانيين المستشارين المحترمين واش كانت عندهم الجرأة يتكلموا على هاد بيغاسوس كان نقولوا بلادنا متهمة كي بولدان أخرين وغير يتكلموا وغير نقولوا واش بالصح باش يب الصح ونخبرو المواطنين المغربي واش واش هاد سادة البرلمانيين عندهم الجرأة باش يتكلموا على المخابرات الخارجية لأنه في ضيحتنا اليوم في البرلمان الأوروبي على بيغاسوس ولا خصوصا شكو ليش بدلنا هاد الصدع كامل هي قادية الرشوة ولا كي اللوبي وتفضحنا احنا وقطر قبل منها شكون ليوجد الأرضية باش هاد البرلمان الأوروبي وما مقاش نقولوا لا فرنسا ولا الجزائر والتخرباء لأننا عنا كله من كل دول 392 برلماني راح الأوروبا كاملة هاد يضدنا شكون هاد المخابرات القوية اللي غا تنوت ضغط واللي غا تنوت تأثر على هاد البرلماني الأوروبي باش يجيوا ضدنا ما مقاش نحاولو نبرو الفاشل بدي النفس يحويج ونعلقوها على الناس أخرين هاد البرلمان الأوروبي اليوم ولا هاد قبل كما قلت شكولي وجد الأرضية لهم وجداتها هما الفضيح ديونها ديال يا إما هاد جاسوس يا إما ما عرفنا شنكوفري وشي واحد الفضيحة ألمانيا هاد الى كي تجسس على الريفين ولا الريافة القادية ديال إما وغيرهم في بلجيكا القادية تسبانيا القادية ديال فرنسا هولندا دونك الخلال أرى مشي ضدهم ولا عندي شي حاجة ضد هاد المخابرات الخارجية أرى تمثل عنا المشكلة هنا في بغينا البرلمانيين ينوضو ويقولوا السيفيسي المنصوري أجي عفقلس عش هادشي وقع علاش هادي لا توح مكيدوي مباليكم غير حائط البوكاء كل خطرة النوضو ونبداو لا راه هادروا لنا ونحن وعدا سمعوا لي البرلمانيين أش كيقولوا فحق أمينة حيضر أش كيقولوا على القادية دي جبهة البوليساريو كيف للبرلماني الأوروبي أن يحتضن ويهلل لمن يمجل الإرهاب والعنف ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إزارة ضحية المدافعة عن الحرية أفدوني يا سادة من في عالمي اليوم يتصالح مع الانفصال والإرهاب ومع الإمعان في إرادة بطر جزء من ترابه الوطني من من هذه البلدان الأوروبية ومن الأحزاب السياسية الأوروبية ومن من الساسة الأوروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بدءا من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافية السياسية وجرائم القتل خارج القانون وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل كيف يتواطأ بعض الأعضاء البرلمان الأوروبي مع منع إحصاء المحتجزين من طرف مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين ألا يتناقض كل هذا مع القيم التي نهض عليها الاتحاد الأوروبي تصوروا معي لابحدوا السادة البرلمانيين السادة المستشارين رادوزنا خلاقات صورة كلهم لدازوا نفسها جبهة البوليساريو منظمة إرهابية هاد أمينته حيضر تدعم جامعة إرهابية البرلمان الأوروبي يستقبل واحد السيدة اللي هي تدعم الإرهاب راكلم خاطير البرلمانيين واش عارف اش كتقولوا ولا لا واش غير كتبوا لكم يمكن هاد شفشي ورقة شي جيها وقاتلكم هاكو قرأ وبديتو كتدويو وكتنطقو بشي حويج اللي ما وزني لهاش كتعرفو هادي اللي مرايها أمينته حيضر هادي للو مولاتي هادي السيدة هادي في دارنا وسط المغرب كتشد البوليس وبالفيديو كتجفف بيهم لارد كتجفف بيهم لارد ولا شي بوليسي قدر يدوي معا المغرب دولة بقوتها وعظمتها ومؤسساتها وكل شي ما كتقدرش تدوي معا مقارنة صغيرة أنا وياها كتعرفو من تسعينات وانا كنناضل في قضية الصحراء كنقول مغربية الصحراء ومقتنع بيها وملاكي وغيرها هي تهي من تسعينات كتقول الصحراء الغربية وكتمشي عند البوليساريو وغادة جاية وتدعمهم وكتجيوها لبيضا في يوم من عند الجزائر وعندها علاقة مع المخابرات الجزائرية ومتبوتة وكل شي الجانب المغربي ريضة توجني وبحالة ريضة توجني روحة العداد المخابرات الخارجية كيديروا لي القورب وسمحوا لي على هدلو تام وخلوا لي ملايين دراهم ديون ونكدوا لك حياتك لأن قلتي الصحراء المغربية لأن بغيتي الحق لأن كانت تقول طريقة تسير ديال هاد الميل فرا ماشي بحلكة راه الله يهديكم المخابرات الخارجية راهاش نوكين هاش نوكين شكاش خصكم راكم كديروا الفضايح وإحنا اليوم راوقفين على ذاك شي قال لي قلت ويمكن لي أن أدلي بالوطائق وكانت تكلم على مرسلات وهذا اللي يمشوا لياسي المنصوري وشي حويش اللي غادي اللي يمكن لي أن ندلي بهم ونرجعهم عموميا وغا تقولوا لحوله والاقوة إلى بله وهي كانت دخل المغرب معززة مكرمة الباسبور كيمكن لي ما تبشيش العمل يجيبوه لها لدارها يركعو لها قولوا لي ما الفرق بين أمينة تحيضر والخرين اللي دابا كيدير تدوينها مغربي مواطن مغربي كيدير تدوينها ما عاجبوش الحال مواطن مغربي ينتقض الأمن الوطني لأنه شفش حاجة مش هيها ديك الأخر كيدخل الحبس هادي كتدفلع البوليسي كتجفف به الأرض وكل مالك أي واحد مالك البلاد تسيء له ما كتخلي في غلينسات ولا شي واحد يقدر يدو معها ومن يك تدخل في المطار معززة مكرمة كتنزل في المطار الضار بيضة وتسنى الطيارة ديالها وتمشي للرباط معززة مكرمة وكنا عارفين أن الجزائر هي اللي بصيف طالبية وهي اللي مولى وهي اللي دير كل شي يلا ودو معها هنا في نبغيناكم البرلمانيين تتكلمون انتم اللي كتقولوا هاد البوليساريو إرهابيين وهاد السيدة كتدعم الإرهاب واش عرفتوا بينا عايشة بمعانا يلا علش القضاء ما يعتقل هاش عرفتوش حم مغريبي معتقل على تدوينة ولا على دعم الإرهاب دعم الإرهاب يمكن در واحد تدوينة كل اختراكة نسمعوا لهذا ديستين شدات شي وحدين راكانوا كيبرمجوا يمشيوا عن داعيش كيمشيوا هاد داعيش هادو في شي بلاد دابكينين ما عرفت الله عن الله في كينين والدولة الإسلامية وما عرف شنو مزيان هاد شي كله البوليساريو شبه يوميا يهاجمون القوات المسلحة الملكية ديون كي يجموع لنا كي سيفطوا الصواريخ كي يضربوا كي يديروا ما بغوا نقحنا في حرب جماعة إرهابية قولوا لي السادة البرلمانيين وسادة المستشارين المحترمين علاش ما درتوش واحد الجلسة لما هادي أسابيع ثلاثة الأسابيع تقريبا كالمؤتمر البوليساريو هاد الناس اللي كي ضربونا بالقرطاس اللي كي سيفطوا علينا الصواريخ اللي هما الدراع الدراع اللي شا نقول لكم الحربي ديال الجزائر ضبنا در المؤتمر ومشو 16 ديال مواطنين مغاربة من أقلي من الجانوب ومشو حضروا ليه وهزوا سلاح وتصوروا وسبوا المغرب ورجعوا معززين ومكرمين نحن دولة هادي علش كتحقروا على وحدين ووحدين لا علش كتدوا على مواضيع تافيها بالنسبة لي تافيها أمام خطورات هادي الناس هادو وانا مخليت صورتها باش تشوفوها مزيان وكان بان صغور قدما هي الكبيرة يلا لأنها حسن مني وعندها حقوق عليا والمخابرات دينا كتخاف مننا عليا نديرنا تدوينا يجفوا بيالارض هنا محاكيم هنا وكيل ماليك هنا بوليس هنا جادرمية يطلعوك يهبطوك ما كانش هي تقدروش عليها ما كانوا يشغير عليها هي يتعلموا تاميرين هادي سلطانة خية تاهية للومولاتي كتعرفوا عايشة معنا في بوشدور وفي مدينة بوشدور فوق دار هالرايات ديال بوليزاريو كتعرق للبوليس كتعرق للسلطة كتعرق لمؤسسات الدولة وكتش وحد ما كيقدر يتكلم معها بالعكس يحميوهم عندك توقع عليهم شي حاجة هي وقلوا لي فين كيل الخلل سادة البرلمانيين سادة المستشارين المحترمين هادوما الملفات اللي بغيناكم تدعو عليهم بغيناكم تكونوا رجال ونساء بالمواقف وبغينا قبط البرلمان تسمعها كتنقش هاتش وتستدعي والسلطة وتستدعي والوزير الداخلية واش هاتش شكون هادي علاش في أرضنا ما كيش حاجة سميتها حساسيات الموضوع ولا الاقليم ولا الجهة ولا عبتوا ملف الصحراء هادو رخوي هاديك الصحراء مغربية بغاو اللي بغاو وكره اللي يكره صحراء مغربية سلينا وأي واحد سمعتوه كيقول حساسيات الملف ولا غيره عارفوا بأنه إنسان فاشل في التسير ومنسوش أنه هاد القضية خدمت بزاف الناس اللي كيسرقوا الملعام بحساسيات الملف آلاف الملايير من الملعام تسرقات ما كلاش نرجع لهذا الموضوع غيجي فوقته سادة البرلمانيين والمنتخ والسمحولي والمستشارين المحترمين سمعوا معايا لما كتتكلموا على صاحب الجلالة تلفونا رأيات واحدة وتغفرنا نفس التوابط والمقدسات طريقنا واحد وزعامتنا واحدة مولانا المنصور بأمر الله أمامنا ونحن من ورائه في سبيل تحقيق الأهدف العليا لهذا البلد العزيز قولوا لي واش بهذا الخطابات بحلاكة ورادويت عليه هذا كل نهار مني كان سمعكم كتتكلموا على صاحب الجلالة وعلى الوطن ونحن ورائك وذلك شي كيمكن لي نقول لكم فهدي بأن لغة الخشب هذه الخطابات الفضفاضة ما بقعتش واكلة كتبغيوا المالي كتبغيوا هذ الوطن كونوا رجال ونساء جبدوا الملفات دي بالصح نقيوا بعد البرلمان من المستشارين والبرلمانيين الشفارة اللي كانين هاللي مزور هاللي دير الفضائح دي المالية هاللي عندو الشي كات بدون رصيد هاللي مهم كلكم فضائح ماشي كاملين أغلبية ديرين فضائح نقيوا بعد البرلمان وصيروا لنا الملفات لغلاء الأسعار صيروا لنا الملفات دي الانفيصالين صيروا لنا الملفات لكتقيس المواطن المغربي الميل فات ما تكون عندكم لا هذا ما حسس لا ما ندويش على ديستي ما ندويش على لجيت ما ندويش على الداخلية ما ندويش على الخارجية ايوه غدتوا لغي كاراكيز سيادنا باركة ومن لغات الخشب احنا كشعب مغربي ما كنتفرجوش كدير البرلمان ما كنتيقوش في الطبقة السياسية لا نتيقو فيكم ايوه حتى الامتة وهذا هو مرة اخرى كنقولها هذا هو الخطر اللي كهدد امن والاستقرار للمغرب اننا لا يحفظ غلاء الاسعار وفين غادين بنا الى وقعت شي حاجة غاد نسى نصطدم مع الملكية فالوقت اللي ومن قبل الملكية البوليس والعسكر والجدرمية وهات خربية غير هو قبل من هات شي كان خسنا في الوسط يكونوا عندنا السياسين احزاب سياسية ويكونوا عندنا النقابات بل الشعب كي يصطدم معهم وكل واحده عنده المناضلين ديوله وكلقوا حلول اما لما تخلونا بحلقة عرياني ولا ننتقوا فيكم ونبدأوا مع البوليس ومن بعد البوليس عندنا الملكية وننتقل وكن نقوله وهذا هذا هو الخطر المهم الله يدير شي تصويبات الخير غير من يمفهم والو وبالنسبة لبرلمان الأوروبي وهذا إلا بغيتوا تعالجوا المشكلة غا تعالجوا عند المخابرات الخارجية ومن بعدها غا تعالجوا عند وزارة الخارجية وعاد نشوفوا هويش هورا الديبلوماسية البرلمانية ونشوفوا الديبلوماسية الحزبية نبدأوا من البداية تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم والله يسر أموركم ويحفظ بلادنا من أي سؤال ترجمة نانسي قنقر